اشتركوا في القناة في قضية النفايات الإيطالية رئيس الدولة يشرف على موكب تأبين الشهداء الثلاثة من الحرس الوطني ويعود عونين جريحين في المستشفى العسكري تونس تسجل أمس الأول 41 حالة و1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا وزارة النقل واللوجست يتعلق كافة الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا كانت هذه عنوانا النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية السوسا واحد أمس ثمان بطاقات إداع بالسجن في قضية توريد نفايات من إيطاليا وفق الناطق باسم المحكمة جابر الغنيمي وشملت الإيقافات كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال ومدير عام سابق بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وموظف في الإدارة الجهوية للبيئة بسوسا ومديرين اثنين بوكالة التصرف في النفايات وثلاثة مديرين بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وأفد بأنه تم الإبقاء على أربعة من المحتفظ بهم في حالة سراح وهم مدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة وعميدان في الديوانة التونسية ووسيط جمروكي موضحا أن الاستنطاقات ستتواصل اليوم الثلاثة وكانت نيابة العمومية بسوسا قد احتفظت باثني عشر شخصا على ذمة التحقيق في هذه القضية كما تم تقديم عشرة أشخاص للنيابة وإدرج شخص بالتفتيش وهو صاحب المؤسسة المستوردة ويوجد من بين المشتبه بهم وزيران للبيئة ومدير ديوان ومديران بوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وعمداء بالديوانة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد ظهر أمس الثلاثنين بمقر إدارة العامة للحرس الوطني بثكنة لعوينة على موكب تأبين شهداء الواجب من سلك الحرس الوكيل سيف الدين التليلي والعريف أول حسام والناس والعريف أول أشرف أرواحي ضحايا حادث المرور الذي جد فجر أمس بمعتمدية صبيطلة من ولاية القصرين وخلف أيضا جريحين كما تحول رئيس الجمهورية إلى المستشفى العسكري بالعاصمة للإطمئنان على صحة الملازم أول رضا الهمامي والعريف أول محمد لهويملي الذين أصيب في الحدث ونشير إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ توضيحيا أن السيارة التابعة لفوج الطلائع الحرس الوطني تعرضت لحادث مرور على مستوى منطقة الشرائع من معتمدية صبيطلة أثناء قيامها بمهمة أمنية ولم تكن ضمن موكب وزير الداخلية المتوجه إلى جهة حاسي لفريد من ولاية القصرين وكان الوضع العام في البلاد والدور الذي تطلع به القوات المسلحة في هذه الفترة محور اجتماع المجلس الأعلى للجيوش أمس بإشراف رئيس الجمهورية الذي جدد ثقته المطلقة في القوات المسلحة الأمنية والعسكرية وفي قدرتها على الحفاظ على مؤسسة الدولة وأكد رئيس الدولة ضرورة تطبيق القانون على من وصفهم بالخوانة وربما لم تعرف تونس مرحلة دقيقة مثل هذه المرحلة ولكن أطمئن كل التونسيين والتونسيات على أن مؤسسات الدولة ستستمر وأن الجيش التونسي الوطني قواتنا المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الإرباء فضلا عن هذه المحاولات الإرهابية اليائسة ونجتمع اليوم لنوجه رسالة إلى الشعب التونسي بأن الدولة بأبطالها من قواتنا المسلحة العسكرية ومن أبطالها من قواتها المسلحة الأمنية ستحبط كل محاولات ضربها من الداخل ومن الخارج ولا مجالة في تونس للخوانة الذين يريدون ضرب الدولة والقانون الذي نحترمه ونريد فرض احترامه على الجميع هو الفيصل بيننا نجتمع اليوم لنقرأ الأحداث ولنستشرف المستقبل ولنرى الإجراءات التي تحتم المسئولية التاريخية اتخاذها سنتصدى لكل هذه المحاولات ولن ترهبنا هذه الأغتيالات التي تستمر من قبل هذه الوحوش ومن يقف وراءها ولكن أن لهم أن يتيحوا بالدولة التونسية في آخر تحيين الوضع البائي بفيروس كورونا في تونس سجلت وزارة الصحة بتاريخ العشرين من ديسمبر الجاري إحدى وأربعين حالة وفاة وألفا وإحدى وثلاثين إصابة جديدة وفي اجتماع طارئ للجنة العلمية القرى لمكافحة فيروس كورونا تمت صياغة جملة من المقترحات للحفاظ على صحة المواطن ستتم إحالتها لاحقا إلى رئيس الحكومة لإقرار الملائم منها بمناسبة رأس سنة الميلادية وفق عضو اللجنة مدير معهد باستور الهشمي لوزير وفيما يتعلق بسلالة المتحولة من الفيروس التي ظهرت أكد الهشمي لوزير أن من بين خصائصها الانتشار بسرعة أكثر دون أن تكون لها خطورة أكبر الفيروسات الكلبسة عامة ولا حتى الميكروبيت كيف يصير الاتقال متاحة للناس ويتكاثروا بقي تصير غلطات جينية دموتاشون ساعات تغييرات الزغار ينجموا يخليوا فيروس يموت ومعاتش ينتشر وساعات فيما دموتاشون ينجموا يؤديوا إلى ثلالة أخرى ولا عندها خاصية الزغيرة تبعد شوي على الثلالة الأصلية هذا صار شنو نجر عنه هذا تغيير الفيديشين تزامنا مع تغيير في انتشار المرض ولا الفيروس ينتشر بأكثر قوة العدوى تكون أكبر قيمة بأكبر بأربعين ولا خمسين في المئة الفيروس الذي تعدى صفة أسهل من إنسان إلى إنسان آخر ومن توقعش الذي تكون حاجة مختر برشا على خاطر المرض هو بيدو لا يولي مختر أكثر ولا مختر أقل نفس الأعراض ونفس الحالات تعكر ولا ما تتعكرش طوى يظهر وأن فيروس هذا يقعد معروف بالمناعة التي تورد عند الناس والمجم تقضي على الفيروس وتقضي حتى على البحيون هذا ما فماش إشكال ولا تحوف من أنه تلقيه والتي يحمي ضد سلالة هذه وطبعا لخطورة الوضع الوبائي في عدة بلدان وإثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد 19 بالمملكة المتحدة قررت وزارة النقل واللوجستيا تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا وعدم قبول الوافدين إلى بلادنا الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان وذلك ابتداء من يوم أمس الاثنين وحتى إشعار آخر دعا رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إبراهيم بودربلا إلى رفع إضراب القضاة واستئناف العمل في أقرب الآجال على اعتبار تضرر الهياكل المرتبطة بهم من محامين وعدول إشهاد وتنفيذ وكتبت المحامين إضافة إلى المتقاضين بالنسبة لتعطيل مرفق العدالة بينا موقفنا منتلاق العملية وقلنا أنه لا يجوز تعطيل مرفق العدالة لأن المسألة تتعلق بحقوق المتقاضين من جهة ثانية هذا الموقف وقع اتخاذه من طرف آياك التمثيلية للقضاة دون استشارة شركائهم في قمت العدل وهم المحامون ودون استشارة بقية المتدخلين في مرفق العدالة وإسلاح مرفق العدالة يحتاج إلى اجتماع كل هؤلاء إيجاد سيغة من شأنها أن تحدد الرأي المستقبلية لليسير المنظومة القضائية علماً وأن هذا الوضع الذي استمر اليوم للأسبوع السادس قد أضر بمهنة المحامين ضرراً كبيراً علماً وأن هناك ما بين 8000 و 9000 محامين يعني مباشرون المهنة قد تضرروا ضرر مباشر إضافة إلى ذلك حوالي 20 ألف كاتب وكاتبة هم مساعدون للمحامين الذين تضرروا من ذلك وربما يعني كثير من الزملاء سيتوقفون عن إمكانيه دفع المستحقات والأجور ولذلك تمنى أن يقع وضع حد هاته مثلاً ضرورة الرجوع للعمل الحالاً والبقية المطالب لا بد من وضع آليات للحوار وبيان الأهم والمهم وترتيب الأولويات وربما هناك مطالب ممكن تحقيقها في الوقت الحاضر ومطالب تؤجل إلى حين هذا ولا تزال أزمة القضاة تراوح مكانها بعد تمسك نقبة القضاة بمواصلة الإضراب ورفض ما تم التواصل إليه بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين من اتفاقات لإنهاء إضراب القضاة المفتوح يشهد عدد من محطات بيع الوقود باسفاقس نفاداً كاملاً في مخزون المحروقات وذلك بسبب غلق المنطقة الصناعية باسخيرة من ولاية اسفاقس التي تزود كامل الجنوب التونسي بالمحروقات من قبل شباب المنطقة منذ الأربعاء الماضي للمطالبات بالتنمية وبالتشغيل ودعا رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء وأصحاب محطات بيع المحروقات باسفاقس إلياس العيادي دعا الصلة الجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل وإيجاد حلول لشباب المعتصمين منطقة نعية باسخيرة لتفادي تطور الأوضاع رشحت المنظمة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة سباح العالمية التونسي نجيب الهادي للقب رجل سنة في العالم في المياه المفتوحة لسنة 2020 بعد فوزه بأطول مسافة سباحة حول جزيرة جربة ويتطلب فوز السباح العالمي باللقب تصويتا ومساندة قوية من التونسيين عبر رابط إلكتروني سيفتح مع بداية شهر جنفي نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين أهلا بكم من جديد في أخبار العالم اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي تبدأ أولى جلساتها بعد أربعة أيام من تشكيلها تحت إشراف أممي ومبعوثة المنظمة الدولية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تؤكد تحقيق تقدم إيجابي في المسار السياسي عدد المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الجائحة يتجاوز عتبة الثمانية عشر مليون شخص توفي منهم أكثر من ثلاثمائة وتسعة عشر ألفا حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز أمز ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة يتسبب في حالة من الذعر في جميع أنحاء العالم مع إلغاء عشر مليون شخص مريلات الجوية مع هذا البلد الذي صار معزولا أمس مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يزور المغرب قادما من إسرائيل على متن أول رحلة جوية مباشرة بعد استئناف العلاقات بين البلدين لتصبح المملكة رابع دولة عربية تتخذ هذا القرار في الأوينة الأخيرة برعاية الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب مئات العراقيين يتظاهرون في مدن عدة احتجاجا على قرار البنك المركزي خفض قيمة الدنار العراقي بنحو خمس وعشرين بالمئة مقابل الدولار الأمريكي أتاوى تعلن أنها ستقدم على مدى السنوات الثلاث المقبلة تسعين مليون دولار كندي أي ما يعادل سبعين مليون دولار أمريكي لمساعدة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأون روا التي اتفاقمت مشاكلها المالية منذ قطعت عنها واشنطن المساعدات في سنة الفين وثماني عشر سبع صباحا وثلاث عشرة دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الأخباري أمنه لكم شهاب الحجداوي وأخرجه إذاعيا أيمن التنفوري والتلفزي الشاكر بالجسم وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عنوين إصدار بطاقات إيداع بسجن في حق وزير البيئة المقال وسبعة محتفظ بهم آخرين في قضية النفايات الإيطالية رئيس الدولة يشرف على موكب تأبين الشهداء الثلاثة من الحرس الوطني ويعود عونين جريحين في المستشفى العسكري تونيس تسجل أمس الأول إحدى وأربعين حالة وفاة وألفا وإحدى وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا وزارة النقل واللوجيستيات تعلق كافة الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا النشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حتم بن عمارة متابعة طيب للجميع شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة